فصيل عمل المعجنات ولكن بطريقة صحية بقدر الامكان ولكن بيني وبين حضراتكم يعني بصراحة العجينة لو ما اخدتش شوية لبن شوية زبدة شوية سامنة شوية زيت زيتون حلوين كده بكسافة بتبقاش فيها ده سامة فانا ما بستطعمهاش بصراحة بس ولكن عايزين نخس عايزين نعمل ضايت عايزين نعمل هل سفود عايزين نعمل يوم صحي ما فيش مشكلة ما ليجا على نفسنا والاستقبل العجينة دي كده مقادير العجينة اللي هنعملها النهاردة مع بعض المقادير على الشاشة دي اصمر حلوة او اتنين كون اعناية اتنين كون من الدي اصمر اصمر اللون حلو الكلام اللي هو دي اللو خالة ده كده بيسموه في دول الخليج دي بر دي بر حلو احنا بتسمينا دي اصمر بيبقى مكتوب على الكيس دي اصمر اللي هو دي في الحبة الكاملة او موجود معانا ايه الفرق بالاتنين علشان لو انت ما شفتش الاسم المكتوب الدي اللي ابيض بيبقى بياده حلو بالشكل ده كده والدي اللي اصمر بنفس الطريقة مادة الجولاتين اللي موجودة في الدي اللي اصمر بتبقى قليلة شوية غير الدي اللي ابيض يعني تلاقيين العجينة ما بتشدش معاك يعني ميجيش مسلا اعمل اه اه عجينة عايزة تمط معايا او ان انا اعملها فطاير افتر المشالتت واعمله بتديه الاسمر مش هينفع افتر المشالتت لازم امط العجينة وافرتها وتبقى عجينة ورقية مينفعش اعمل كرواصون او باتيه بديه اصمر خالص ليه اللي بديه الاسمر في كل الحبة الكاملة بتبقى مادة الجولاتين قليلة فاحنا هنا نازم استخداماته بحذر شوية وفي حاجات معينة احنا علشان العجينة تتقبلوها في افراد الاسرة والعائلة الكريمة هلحط من الديق الابيض بتاعنا نص كوب على الديق الاسمر اه 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 اني اه زي الفل اه بسا العجينة دي كده بحط شوية كده دي اه مع معلات خميرة مع بيكن باودر اذا تحب العجينة تبقى هشة ولطيفة استخدامك معلاتين زيت زيتون وزبادي ده في مكونات العجينة عجلت العجينة والزبادي تشتريه من السبر ماركت زبادي اللي هو الدسامة القليلة بس خلاص الموضوع بسيطة حالو هناخد الديه ده كده ونفرد العجينة بتاعتنا اللي احنا عاملينها مسبكة دي عشان تبقى متخبر علامات التخمير هنشوفها مع بعض على الشاشة مخرجنا الجميل واسنزيت المصورين اهو تعالوا مع بعض كده اهو بص كده على علامات التخمير في العجينة اهو لقيت العجينة فيها مسام مفتوحة كده اعرف ان العجينة خلاص زي الفل طبعا انا عايزة تتخبر المسامر اللي هي الفتحات الصغيرة اه اه الفتحات الصغيرة دي اه 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 ايا دي الفتحات دي وجود ان العجينة بتخمرة جاهز بس ان الامانة يعزلها كمان لسه تقريبا عشرين دقيقة فاحنا هي تشتغل معايا انا بعمل تركيا كده عايزة اعلمها لك لو انت بستعجلة على العجينة وعايزها تطلع معاك بسرعة خلالوا نتكلم عليها ودي مهمة جدا ودي حصريا معانا وحقوق الطبع الصانية اللي هتخمز فيها العجينة سواء تعملي اه اه سينابون تعملي بيتزا الصانية هنا دافية اللي انا احط فيها العجينة اه بالشكل ده كده ما بسخنهاش ولا بحرقها دافية يعني ايديك تمسكها عادي بس الصانية دافية لما انا حط فيها العجينة دلوقتي عملية التخميل وعملية التفاعل العجينة هيتم بسرعة هي دي الحركة او دي التركية اللي انا حابب لحضراتكم بتعملوها وانت بتعمله عجينة بيتزا وبتعمله فطاير هنفرد العجينة بتاعتنا الحلوة دي كده بالشكل ده كده اهو نحط دول فوق بعض وده دي اصمر هفرد بيه العجينة البيتزا دي كل افراد الاسرة تاكل منها مش هنقول بقى اللي عاملين اه ضايت والناس اللي عايزة تخص بالعكس اهو شفت العجينة بتتفرد ازاي اهو عجانة عجينة نصيحة مني ما تقلبهاش ولا تخلطيها هي الا انك تفرديها بالنشاب على طول علشان تتفرد معاك بسرعة اه اه شفت العجينة طبعا تفاصيلها غير عجينة البيتزا المعتاد اللي احنا دايما بنشوف اه اه وهي هي بتتفرد لوحدها اه سؤال حلو جد ينفع نشيلها في الفريزر ينفع عادي مفيش اي مشكلة بس يعني العجينة يعني ازا في باية عجينة ما عنديش مشكلة ولكن انا بمفضلش العجينة يتشال في الفريزر يا اخوان واحنا ورانا حاجة ما نخش المطبخ نقسم وقتنا كده كل يوم طوال اليوم ساعة ساعتين في المطبخ زي اشي في المغازي بييجي ساعة معانا اهو محضر شوية حاجات انت برضو حضريهم زي الفون طبعا بتكون عندك الصينية اللي انت هتشتغل فيها بتسيب العجينة تريح بالشكل ده كده اهو حلو اهو انا عايز اخد شكل كده يعني نقدر نقول تقريبا نعمل ايه هناخد الصينية زي ما ايه كده اهو كده حلو اهو اقسم ازاي كده بغي عامل كده وعمل كده واخد الكترين دولة بعض شفت الحركة دي اللي انا عملتها دي مهمة جدا ده اهو بسم الله الرحمن الرحمن شكلة دائرة كده اهو هنقولك على حاجة التعليم بيجي منين من الممارس انا خدت نقطتين خارج كتر الدائرة وبالسكينة كده بوصل لنقطتون دولة بعض بيدون ايه بيدون السيكل بالشكل ده كده اهو اهو خلص الكلام اهو يلا العجينة العجينة دي هرمي فيها ايه اهو مينفعش ان انا ارميها اهو 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 بل ما هي كده عايزة تستخدمها تاني استنى عليها اصبرة عليها عشر دقايه خمستاشر دقيقة هتفرد معاك بكل سهولة عايزة تشيلها في التلاجة شليها حسن ما انت حاب العجينة معايزة الفل هيت بجيب الصينية اللي انا هشتغل فيها طبعا الصينية هنا عم مش شيف دافية شوية اهي الله هم صلى عنك دي عمليت تخمير سريع كده تخمير مفاجئ اهو بحط في ارضيتها شوية زيت زيتون حلو اهو واعملت ركاية حلوة بقى وده حصريا شوية زعتر في ارضية الصينية يا دلعك يا مباسد اهو وانا بطعمل ده حتى فيه ده هشوفه نتيجة ان هي سخنت فيه شوية كده كان الزعتر بيتحمر ايه ده ايه التفاصيل دي تفاصيل دي لطيفة قوي على فكرة بصول اي حاضر ايه حاضر اهو حلوة قوي اهو اعمل ايه عم مش شيف اخوتي زي مية كده اهو اللهم صلى عني الله حلوة اهو واسيبها على جنب بس خلاص واخلاها كده على جنب اهو وعندي مشروم عندي صدور فراخ عايز استخدمها عندي لحمة مفرومة عايز استخدمها عندي شوية جنباري حلوين عايز استخدمهم عندي حق سمك في ليه عايز استخدمه التوبنج ده اختياري بتاعتك انت بقى انت كريمة واحنا نستاهل معانا مشروم طبعا بنعمل اكل صحي يستفيد بالمشروب بمن هو العمده بتاع البروتيني النباتي اهو مشروم وامن بشكله حلو اهو معانا يا عم مش شيف بصلايا حلوة زي دي كده بناخد بينها شريح بلاج دي خالص مش حيزها بتوبنج ده بتاعتك ولادك بيحبوا ايه طبعا ده اختياري معانا فلفل رومي اهو برضو نفس القصة بنقطعه كده ممكن تحط صدر فراخ عليها وانس احنا معانا صدر الفراخة نعملها مع بطاطا بوري ده اختياري برضو الاولاد بيحبوا الالوان حط في الفل احمر زي ده كده الحاجات دي لازم تكون لوحة فنية انت بترسميها علشان الولاد يحبوا الحاجات اللي بتعمليها دي معانا هي هلسة معانا هي معمولة بطريقة صحية والبيتزا كلنا عارفين طبعا ياما باللحمة المفرومة ياما بتشكيلة جبن الجو اللي احنا عارفينه ولكن احنا بنحاول ان احنا نحبب ولادنا في الاكل الصحي احط ايه تاني بس زي الفل تمام يبقى انا حاطيت فلفل وبقى صلو مشهم التوبة بتاعت الصلصة اللطيفة عملتها ازاي مغازئ اهي بص على الصلصة الحلوة دي كده انا بقى بقى اعمل دايما صلصة البيتزا بطريقتي وعرفناها من خلال السوشيال ميديا ايه هي بجيب الطماطم والتوم والبصل والزعتر احمرهم شوية في زيت زيتون مع زعتر وفي الاخر بجيب فول سوداني او لوز او كاجو حاجة من التلاتة فول سوداني او لوز او كاجو واتحانهم وبانزل بهم فين على صوس الطماطم دا كده اه دي صلصة البيتزا بتاعتي اللطافة اه زي الفل نقلب دول كده حلوة اوه شفت الصلصة دي لطيفة فيها كاجو فيها عين جمل فيها فوزدو فيها فول سوداني زي ما انت عايزة شوية سمسم او جاسري او بزور الكتان او برضو او جاسري اللي هو بتعمل منه الزيت الحار كل ده يعني اه تجويد وتنوير وابداع في مطبخك اه خلال انا بقولولك ده بجد انت مش هتجيبي السمسم وتعودي مسلا ايه تكليه كده اذا كان في مسلا في سمسمية في حلوة المولد في اه تحطها في حلويات على عيش لا ايه المشكلة لو جبت حفنة من السمسم ضربتهم في الخلاط مع صوس الطماطم ركزوا معي يا اخواننا عشان الكلام اللي بقولوا ده مش انشاء وخلاص وبعمل وقت في الحلقة بجد والله العظيم انا بكلمكم من قلبي انت تقدري من صلصة البيتزا دي تعملي مكون رئيسي لطيف وجميل اطفالك وولادك وجوزك وانت كمان تستفيد منه على العالي مش تنسي اسم حماتك السمسم يعني اوما جاسري يعني هيعالج الزهايمر هتاخد شوية سمسم تضربون في الخلاط مع صوس الطماطم مع التوم في قلب الخلاط مش هيبان سمسم هنا بقى هيبان هنا الطعم هنا جواها فول سوداني كاجو احنا عارفين المكسرات في الهرم الغزاي بتتصدر القائمة الاولى في ايه اوما جاسري والبروتين اللاطيفي الجبيل اللي هو الغير مشبع هناخد المشروب ده كده بنحطه هنا اه زي الفن الله ما صلى عننا لا مش هحط لها جبنة انا هكتفي بالخضار ده بس كده وخلاص اه ممكن فراخ بس الفراخ لها مكان عندي فانا مش عايز تبقى الصفرة كلها واحد مش عايز فراخ بقى يقولك انا باعمل ريجيم يعني عايز ريجيم قاسر فيكتفي بالمشروب وهكذا اه زي الفن ده بصل شرايح اوه وانا بحب البصل لما يكون شرايح كده على وش البتزا البصل لاحمر بالذات اهه معانا فلفل رومي البتزا بيبهل اه شكل كده حلو ممكن نحط زيتون شرايح زيتون اخدر بقى زيتون سود اللي برضو اللي ولادك بيحبه مفيش مشكلة اه انا بقولك على الفكرة وانت صاحبة القرار اه هتيجي تقولي ايه اشيف مجازة انا هكتفي بالمشروب والعجينة بس زي مارجريتا بيتزا مسلا بحطولها سوس طماطب وجبنة وخلص الكلام ماشي اختياري برضو اه درجة حرط الفرن كامل مية وتمانين والتصع عندي سخنة خلي بالك اللي انا اشغال فيها شوفي بقى اللي جاي شوفي اللي جاي ده ده مهم جدا شوية الزعتر دول مهمين اه اللي انا بقوله ده مهم جدا اه ده زعتر على الوش كده اه لسه ما خلصتش عشان اللي جاي احلى واحلى معايا توم احنا مش بنعمل بيتزا ده انا احنا بنعمل اختراعي النهاردة اختراعي يتسجل للتاريخ اه ده توم حلو اه بحط في التوم هنا شوية كزا معايا شل الجو ده حلو اه معلات فيلفلة حلوة اه بطعم انا البيتزا اه وانا مش هتجبنة بس انا خلي الولاد يكلوها اه وهحط على فيلفلة الحلوة والتوم شوية زيت زيتون صلى على الحبيب بقى عشان قلبك يتيب اه اه زيت زيتون مع علاقتين تقريبا اه زي الفل الله اكبر بحط شوية فيلفل اسوط صغيرين كده عشان افتح الشهية واقلب الخليط ده كده بسرعة وانزل بيه على وش البيتزا ده بديل لطعم الجبنة اه 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 حلو اه ووزعه كده بالتساوي على وش البيتزا درجة حرط الفرن عند مية وتمانين حلو اه اه دي غير السلسل اللي انا حطيتها تحت الموضوع هنا مختلف اه يا دلعك ويا شقوتك ويا ابداعك يا مغازي اه تحمرتي التوم مع الزعتر مع زيت الزيتون مع الفلفل الحلوة مع الفلفل السود اللي انا حطيته اه طعم هنا مختلف اه دي فطيرة بس فطيرة كلها معاني كلها خبرة طهوية اه درجة حرط الفرن عند مية وتمانين اللهم صلى عن نبي ندخلها الفرن يلا بينا مكانها فين في الفرن مهم جدا على فكرة لا لا تجذبي اهود 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 الله عليك يا ولدي اهود بتشيل الشبكة دي كده وهي طبعا سخنة احنا متفكر مع بعض اللهم صلى عن نبي وتتحط فريت الفرن عناية اه سجل يا تاريخ بيت زاية فيها تفاصيل كتيرة افرادوا الاسرة كلهم صغير وكبير هياكلوا منها العجينة فيها خبرة طهوية فيها دي اسمر دي ابيض خليط من الاتنين شوفناها عملناها بالمشروب واحنا عارفين المشروب بروتين نباته لطيف نشوف البيتزا مع بعض ايه الاخبار نفتح نبص نشوف الحلوة صلى على الحبيب قلبك يتيب جازة يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هو دة هو دة هوا دة هوا دة ، هوا دة أهلاً أهلاً أهلاً